الفتح على الإمام يكون واجبا إذا كان فيما لا تصح الصلاة إلا به مثل الخطأ والنسيان في سورة الفاتحة وقد يكون مستحبا إذا احتاج الإمام إلى ذلك أو طلبه ووقف ينتظر من يرده وقد يكون مكروها إذا كان هناك من هو أقرب إلى الإمام منه وأحفظ يقوم بالمطلوب ويفي بالحاجة وقد يكون محرما إذا كان بعيدا والإمام لا يسمعه ولن يحصل من رفع صوته إلا التشويش وإحداث الاضطراب على المصلين في المسجد كمن يرد الإمام وهو في سطح الحرم أو الساحات الخارجية